التسعب توقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الإسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها جاء ذلك خلال اجتماعه مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري واللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي طلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالي أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التعرف على الآليات المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإدارة الطرق السريع على فتن إلى أهمية هذا الموضوع في دعم خطط تطوير وتحديث البنية التحتية في مصر وخلال اجتماع افتراضي مع مسؤول بنك ستاندرد تشارترد أشار مدبولي إلى تبني الدولة المصرية منذ عدة سنوات خطة لزيادة حجم الاستثمارات العامة في العديد من القطاعات وبشكل خاص في مشروعات البنية التحتية وخلال اللقاء عرض مسؤول بنك ستاندرد تشارترد ورقة بحثية عن تمويل مشروعات الطرق الداخلية والطرق السريعة في مصر أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار تشمل المزيد من أنظمة الصواريخ وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن هذه الحزمة تضم أسلحة ومعدات بينها أنظمة راجمات صواريخ فائقة الحركة هي مارس وألاف الدخائر والصواريخ بالإضافة إلى زوارق دورية وأضف كيربي أن دفعة المساعدات الجديدة سترفع مساعدات واشنطن لكييف إلى نحو 6 مليارات و100 مليون دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية أعلنت رئيسة جورجيا سالومي زوغابيش فيلي عزمة بلادها على استكمال الخطوات اللازمة للحصول على وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن أرجع زعماء الاتحاد قبول طلبها وكانت جورجيا قد تقدمت مع أوكرانيا ومولدوفا بطلب للانضمام إلى الاتحاد بعد أيام على بدء العملية العسكرية الروسية وقالت المفاوضات الأوروبية الأسبوع الماضية أنها ستقيم بحلول نهاية العام الحالي مدى التزام جورجيا بعدد من الشروط قبل منحها وضع المرشح تلقى رئيس الوزراء بريطاني بوعس جونسون وحزبه المحافظ هزيمتين في الانتخابات الفرعية وخسر المحافظون في دائرة تيرفرتنان هونتن الوقع في جنوب غرب إنجلترا وكذلك في ويك فيلد الوقع في الشمال وبعد خسارة الانتخابات تقدم رئيس حزب المحافظين أوليفر دوودن باستقالته بسبب النتائج السيئة قالت وسائل أعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد لدى اختتامه اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم مع كبار المسؤولين العسكريين وسط ما خوف من إجراء بلاده تجربة نووية وذكرت وكالة الأنباء المركزي الكورية أن كبار المسؤولين وافقوا خلال الاجتماع على قضية تتعلق بتقديم ضمانة عسكرية بتعزيز قوة الرضع في البلاد خلال الحروب ولم يشر تقرير الوكالة بشكل مباشر إلى برنامج كوريا الشمالية النووي أو برنامجها للصواريخ الباليستية لكنه قال أن ري بيونج شول الذي يقود تطوير الصواريخ في البلاد انتخب نائبا لرئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بجدر القردة حول العالم لأكثر من ثلاثة ألاف ومائتي إصابة وحالة وفاة واحدة وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تاجرس أدنم إن هناك حاجة إلى تكثيف المراقبة للرصد الحالات هذا وأبلغت 48 دولة حتى الآن عن حالات ضمن موجة التفشي الحالية التي بدأت في مايو الماضي أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 16133 إصابة جديدة بفارس كورونا في أعلى حصيلة إصابات يومية بالفارس منذ أواخر فبراير الماضي وأشار خبراء إلى أن الزيادة تشير إلى أن موجة جديدة لانتشار الفارس تجتاح البلاد هذا وسجلت المكسيك في المتوسط 24 حالة وفاة يوميا خلال الأيام السبع الماضية بحسب بيانات وزارة الصحة نهاية مجزة تساع نأود الوقت لشازلي بسانت عشان يكملوا بقية فقر الصباح خير يا مصر إليكم